عندما نتحدث عن باريس فأول ما يتبادر للذهن برج إيفل هذه المعلمة التاريخية السياحية المشيدة في قلب العاصمة الفرنسية والتي يحج إليها الملايين من كل أنحاء العالم البرج الذي يطفئ شمعته الثلاثين بعد المئة شيد في الأول بشكل مؤقت بالأجل بارد العالمي عام 1898 لكن مصمم البرج جوستاف إيفل أراد أن يبقي على دحفته الفنية حيث تم إنشاء أول إداعة على قمته ورغم الدعوات الكثيرة التي دعت إلى هدمه بعيدة شيده بات برج إيفل اليوم من أبرز ميزات العاصمة الفرنسية وأكثر المعالم استقطابا للزوار في فرنسا وكان برج إيفل أطول نصب في العالم في ذلك الوقت وبفضل قواعد التخطيط الحضاري الصارمة لا يزال البرج يلوح في أفق باريس يمتع الناظرة بمشهد أخاذ ألهم أبرز عدسات مصور العالم